كيف انت يعني عاوشت تباوص شرع ربنا شرع ربنا يا ويه شرع ربنا ما قصر تباوص شرع ربنا انت من غير ما تلف والدور روح على طول مسلانور اه اه اعزائي السادة المشاهدين اليوم هو يوم العلقة الاربعة وستين من العلاقات المكافحة ما تنساش قبل اي حاجة تعمل لايك للفيديو وتعمل كومنتي للفيديو تطبلي فيه قبل ما تتفرج على اي حاجة تخلي قولي جامد ان انت عامل بها من غير ما تتفرج واهم حاجة اهم حاجة وطبعا كلنا عارفينها ما تنسوش تبعتولي فيديوهات على الانستجرام هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت عزائي السادة المشاهدين هاتوا الشاي ويلا بينا موسيقى 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 دين اربعتاشر دخلي بعد ايس دك الو ايوة ممكن تديني ال اتش ار او 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 عامل المزلقان او اي حد تديني عامل الوردية عندك اي حد ليش هنة ورنة في ام ديش اركع الناس بتغرب منكم مش عارفون يا راجل ده ما يا خليفة بتغلل عبدو مزيكة عن تيك توك شوفوا لكم صرفة بجد لموا الناس شوفوا ايه مشاكلكم الناس اللي مستعمتش عبضوها ما ينفعش ايه 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 هو ايه هو بتبور فالدنم ارض ايه اللي انت زرع تحت ماتك ده زرع عصر تحت ماتك يا ابن النضافة من الامان النضافة من الامان انضافوا بقى انضافوا بقى واستحموا لله يا جماعة الهدفري ديت انتو بتقولولي ان انا جايبها جايبها بربع جنيه او بنص جنيه لا على فكرة انا مش جايبها بكده انا جايبها بخمسة مليون جنيه ليه ان شاء الله يعني هندفري ايه ده بخمسة مليون جنيه يعني ده ده انت جايبها صفقة انتقال حر ده اولا ماضيها تلات سنين انا لو محمد صلاح جايلي هدية على هندفري ويفضل ما سيكوني كده هوافدني مش هاخد خمسة مليون جنيه موسيقى موسيقى جاي روم ياللي مراتك جمدة انا اوافق بس علاعبك روم عشان انت شكرت في مراتي وقرت عليها جمدة تعالي الكلام للإستجرام وأخدت عشان عامل الفيديو و اعمل ايه طيب اروح لصفارة التيك توك في مصر اقول رغم ان она توقفتanyيك توك لازم يطلعولي كرنيë تيك توكي ح ABOUT لازم يطلعلي كرنيه كده كرنيه كرني تيك توك جدا جماعة احنا مش عايزين غير يعني ان انتم تسبونا في حالنا عشان احنا تعيذنا بجد بجد تعبنا مش عارفين نعمل فيديو انا ما بقيتش بعرف ارقص ولا اعمل اي حاجة في الفيديوهات بجد انا تعبت لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله انا بتخيل ايه لحجم المعنوة القزمة اللي هو عايش فيها وقع فيها مش حارف يرقص في الفيديوهات انا اول مرة اول مرة هقولها من قلبي طلع كده بالشريان التاجي اه كتكشق بطنك كتكشق بطنك بجد اجري يلا اشوف حاجة مش عارف في الفيديوهات تعمل حاجة من اللي هات فيدك بص انا اسألك سؤال ونفسي الجهدني عليك منتهى الامانة وبمنتهى الصراحة افرد انت النهاردة مثلا نمت وصحيد تاني يوم لقيت نفسك عجلة تتمنى مني يركبك اول واحد انا مش جايف حدي في الدق عشان كلها في الدق وكاتي كاتي كاتي انا اضع المرادي تاغل يلا بص انت فكرتني بالناس اللي هي اول مرة تتغب على نفسها في الرأس فهني اتمنى ان انت ما تتغباش على نفسك كتر من كده الرسالة دي لمحمد رمضان ما بنمشيش جنب الحات احنا بنمشي في نص الشارع ما بخافش من التغبيط لو في كلك سعمل من السامع لو طلب بنبيع هنبي عمري في يوم ما بنشتري باته رسالة الى عمر دياب ايام وبنعيشها هنعمل ايه يا قلبي في ناس وهم ايش ناس مفيش احساس مفيش احساس يا شواجي بالله ماما المجال بسوق ٢٠١١٠٠٢١ٰ انت سوقي تسوقي ايه يااوليه انت اليوم هتحب تسوقي هتسوقي كاركات دبابات مدرعات قلباتberg ومي غيرانين منك في ايه يعني انتو مجدان انا ما حدش يحرفكو والله العظيم اكسب بالله ما حد يعرفكو غيرا اللي سةكنين معاكن في البت.. وقرفانين منكو اساسا انا عايز نفهم حاجة واحدة بس انت ازازة الفنيك بتعمليه في ايدك في حد بيذكر بالفنيك مش فاهم بجد يعني احنا شوية شوية وهنا ايجي بتشدي سطرين ربصه ونجري نخب منك الشامبوهات مش كده والله العظيم يا جدعال انا بخاف منها بجد والله العظيم بجد مش افه وبندحك والله ما خاف منها بجد امر الدكتوكية انت يا جرباناية اختفوا بقى حاجة جماعة محدش يبعاتلي فيديوهات لها تاني محدش يبعاتلي فيديوهات ليها تاني انا عايز اكمل في الدنيا زيكم ومتمسك بالحياة فسوموني يعيش معاكم محدش يجيبلي مقصان في عمري اكسيسورات الموبايلات اكسيسورات الموبايلات اكسيسورات الموبايلات اكسيسورات الموبايلات محل موبايلات ايمن فون رسالة الى الحاجة ايمن صاحب محلات ايمن فون انا معاك من جنيه لالف من جنيه لالف كده تروح تشوف مين من التجار المنفسين ليك هو اللي عمل فيك المقلب ده علشان الموضوع ما تسكتش عليه انت هيطلع لك حملات مقاطعة النهاردة بدمير عنوع منتجاتك بمجتملاتها سكرينات وشواحد واندفرات عشان المنظر ده مستحيل يكون اعلامك فوق الاجل ده حاجة معمولة ان هي بتضربك في صبعتك فاتمنى ان انت تشوف الموضوع ده وانا معاك يا صاحب في ظهرك هو مش المفروض الميوضة قطعتني انا اعرف ان قطعة فوق وقطعة تحت والميوض قطعة واحدة بيبقى حاجة كده عاملة زي مريالة المطبخ انما انت ايه اللي ينخليكي تلبسي قطعة واحدة من الميوض يا حبيبتي ما ينفعش في شباب واخلقهم بالبوض ينفعش تربي حيوانات كتير في بيتك كفاية امراضك اصلي العيب مش عليك العيب على ابوك العيب على ابوك اللي وربك انت ومك وبدال ما كنربح حيوان واحد خليف القاعدة وربك اثنين صلصة صلصة طماطن ايه اه 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 جده ايلا حايش تتسلك يا جزي تعالى يوض لا اصتعكس يوض لا اصتعكس كسب الله ارحمنا بقى ارحمنا يا له انت انت عشان ابوك يبسط نفسه يوم يمردنا بعيد حمرنا يعني كان عندنا عامل ربع في المية في استمرار البشرية تضيعهم من ايدينا اخرس ياد والله العظيم بجد تعبنا من ان 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 بتاعت امك ليه وإلى هنا تنتهي الحلقة الاربعة وستين من حلقات المكافحة الحمد لله ربنا مده في عمرنا يوم كمان عزائي السادة المشاهدين تنسوش تعمل لايك على الفيديو لو انت على اليوتيوب متنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولو انت على الفيسبوك متنساش تعمل شير للفيديو علشان نكمل في قمة هذه السلسلة الخريقة عزائي السادة المشاهدين ما تنسوش تبعاتولنا فيديوهات على الانستجرام هسيب لوكوا لينك الانستجرام بتاعي تحت في اول كومنت عزائي السادة المشاهدين سماء عليك ربنا نصرني على الناس كتير جدا بتشكك